أسوقف لله أضبط الكدر صبري يا نفسي صبري يا نفسي معنى الله مشوار الطبي مشوار الطبي بدأنا خطاه السلام عليكم أهزكم يا شباب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله الذي يعلمه من قلم أعلم الإنسان ملم يعلم والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة تم اللساني يفقه قولي الصراحة أنا جاء أتكلمكم النهاردة عن كنزين في السنوية لازم تستغلون كويس جدا سنة السنوية أنا شايف أن هي السنة اللي أنت تقدر تاخد فيها قرارات تعدل فيها حياتك كلها يعني لو طلعت من السنوية بمجموع فأنت كسبان لو طلعت بمجموع وتغيير في نمط حياتك فأنت كسبان الأكتر ولو طلعت التغيير رمض حياتك بدون مجموع فأنا شايف أن أنت كسبان والله طيب التغيير دوت إيه الأساس فيه؟ الأساس فيه قلب مطمئن قلب سليم تقدر تكمل به والقلب السليم دوت لا يهتدي إلا بهدى الله سبحانه وتعالى تمام؟ عشان بس ما نعودش ندور بقى على الناس اللي ما بتكلموا تنمية بشرية ويالله وطلع المرض لجواك واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا وننسى أوامر ربنا سبحانه وتعالى وعلى فكرة الدين مش دروشة الدين مش معناه إن إحنا إيه صلاة وصوم والكلام ده بس لا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين بصراحة أنا لما باجي أنصح بستحي إن أنا أطلع بقى إيه نصحة من عندي وأقعد أقول لك أصلا عملت وأصلا سويت وفلان عمل وفلان سوى بعيدا عن يعني وحي الله سبحانه وتعالى والوحي هنا المقصود به الحاكتين اللي هو القرآن والسنة إن هو إلا وحي يوحى أنا طول السنوية أو طول حياتي من الأشخاص اللي هي بتنام بمط فكنت بستغل في كده إن أنا أروح أخد اللابتوب بتاعي وأروح عند عمتي كان عندها نت لأننا كنا فاصلنا نت وأنا في سنوية وهم جاي محمل سلسلة كاملة من سلاسل كتير جدا يعني في البداية أو في سنوية يعني كنت بدأت أسمع إيه بص هو في موقع اسمه إسلام ويب فين الموقع ده واتيعمل حج بص أهوت الموقع ده موقع إسلام ويب أنا كنت بدخل وبكتب الشيخ نبيل العواضي ده اللي أنا كنت بسمعه في سنوية يعني وبصراحة كان أكثر من رائع كنت بسمع سلسلة اسمها مشاهد وبعد كده في سلسلة اسمها والله ما فكر كان اسمها إيه بس كان تقريبا أن هي مبادرات أو بادر سلسلة تقريبا اسمها بادر اللي هي بادر بالأعمال الصالحة وبعد كده سمعت السلسلة على فين يا شباب بتاعت دكتور حزم شمان وسمعت بدأت أسمع للدكتور راغب السرجاني حاجات في التاريخ بس بصراحة كانت محاضرات صغيرة خالص أو فيديوهات صغيرة لكن لما دخلت بقى في الكلية سمعت السلسلة بتاعت السيرة النبوية للدكتور راغب السرجاني سمعتها أكتر من مرة الفيديوهات اللي كنت بسمعها دي كان الفيديو لها تخطى الساعة ومعظمهم أصلا كان ببقى تلت ساعة 25 دقيقة فكنت بسمعهم على السرعة العادية لحد ما نام السلسلة بتاعت الدكتور راغب السرجاني في السيرة كنت بسمعها على السرعة العادية في أول مرة أنا سمعتها حوالي أربع مرات خلال سنة واحدة وما ستة واربعين محاضرة بستة واربعين ساعة تقريبا أو حوالي خمسين ساعة فكنت بسمع في المرة الثانية والثالثة بقيت أسمعها على واحد ونص وأحيانا كنت بسمعها على اثنين لأن خلاص حفظت الأحداث بس بتحس أن كل مرة أنت بتسمع الأحداث ديت بتستنتج منها حاجة وبتستخلص عبرة أكتر بكتير أنا استفدت إيه استفدت معلومات كتير جدا استفدت قربة من ربنا سبحانه وتعالى استفدت معي يا من الله سبحانه وتعالى بقيت ماشي مطمئن كده طول السنوية ويريت الأيام ديت ترجع تاني لأن بصراحة مقصر جامد في الجانب دوت وأتمنى أن أرجع أعمل كده وصحيح فعلا لما أرجع أعمل كده بحس بتغير كبير جدا في نفسيتي وفي علاقة بربنا سبحانه وتعالى وفي أدائي العام في الحياة لأن يعني القلب دوت في يد الله سبحانه وتعالى قلوبنا بأيد الرحمن يقلبها كيف ما يشاء حتى الحديث أو الدعاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدعوه دايما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ولو أنت ركزت الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت الخلق أثبت الخلق بيدعو الله سبحانه وتعالى أن يثبت الله قلبه فما بلك إحنا بقى إحنا طبعا بنحتاج للسبات أكثر بكثير ده الكنز الأول الكنز الثاني واللي هو مش مهم خالص مقارنة بالكنز الأول وهو كنز الاشتراك معنا في كرس الأحياء خلاصنا درسين في التكاثر وهنبدأ الدرس الثالث إن شاء الله اللي هو الدرس التكاثر في النباتات الزهرية هنبدأ فيه من يوم الأربعاء القادم بإذن الله علشان تشترك في التكاثر كاملا هيبقى بسعر رمزي جدا إحنا عاملوه 150 جليل فقط هتاخد الجزء اللي فات والجزء اللي جاي هنخلصه خلال شهر 12 وفي آخر شهر 12 هيكون فيه وقت نقدر نراجع فيه على التكاثر كله ونعمل معسكر محترم جدا إحنا بنحل كتابين كتاب الامتحان وكتاب المرجع بننزل المحاضرات على المنصة وهقولك إزاي دلوقتي تشترك في المنصة بننزل المحاضرات عليها يوم الحد ويوم الأربع ويوم الخميس بيبقى فيه كوز على المحاضرات دي فتلت أيام في الأسبوع تقريبا ومش بس بسيبك يعني التلت أيام دول بقية الأسبوع أصلا على جروب التليجرام فيه أسئلة بتنزل وبنزل لك الحل بتاعها والتفسير يعني ريكورد صغار كده بفسر لك الحل فتقريبا يوميا فيه أحياء فصدقني الدنيا هتتضبط معك كويس جدا الدنيا هتتضبط ولو أنت طالب متميز وعايز تتميز أكتر صدقني مش هتلاقي مكان أحسن من هنا بنحل كل الكتب بكل الأفكار وأنا متعود أن أنا ببص على كل الأفكار في كل الكتب بالإضافة للأفكار اللي هي في دماغي أصلا وكل فكرة في كتاب يعني وأنا بحل مثلا كتاب الامتحان فأنا هطلع لك من السؤال ديل أقول لك طب لو قال كذا طب لو قال كذا طب لو قال كذا فتقريبا بنحل خمس ست كتب في كتاب فهم مكتبين بروح 7-8 كتب والأحياء فما تقلقاش خالص الأفكار كلها متجمعة ودوة الكنز الثاني اللي هو لا يقارن في الأهمية بالكنز الأول وفيه كنز الثالث الحقيقة وهو شرح منهج الأحياء كاملا على اليوتيوب وأنا قلت لكم قبل كده أن أنا يهمني أن أنت تسمع الشرح اللي على اليوتيوب دوات اللي هو المجاني أكتر ما تشترك في المنصة كمان وصحيح المنصة الشرح فيها باستفادة أكتر وبيبقى على الصبورة مش على التابلت وكمان المنصة بتتميز بالحل يعني الحل موجود على المنصة مش موجود على اليوتيوب ولكن الشرح بتاع اليوتيوب هو صدقة جارية عن أمي فلو أنت سمعته فإنت إن شاء الله إن شاء الله سماعك دوات واستفدتك تكون في ميزان حسناتها وميزان حسناتي ودوات أهم بكتير عندي من أنت تشترك وتديني فلوسي بس وأنا هسيب لكم لينكات حاجات كويسة تقدروا تسمعوها حملوها على الموبايل بتاعكم ما تسيبهاش إن أنت تسمعها اليوتيوب ولا حاجة لأ حملها وخليها معاك علشان تقدر تسمعها بدون نت وشغل الموبايل جنبك بصوت هادي وإنت بتنام أو إنت بتستريح أو إنت بتاخد بريك سدقني هتفرق جامد جدا 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 في نفسيتك واستبدل الفيسبوك والسوشيال ميديا والواتساب والمحادثات والناتب والقرف والكلام اللي أنتوا بتعملوه مع بعض دوت استبدلوا بالحاجات دي سدقني والله العظيم هتفرق فيه يعني في نفسيتك وفي ثقافتك يعني أميال وهتطلع من السنوية شخص مختلف تماما طيب يا شباب علشان بس تعمل حساب على المنصة سريعا كده ديت المنصة أحمد الجهري دوت كوم أو أحمد شرطة الجهري دوت كوم وهسيب لكم اللينك بتاعها برضو في الدسكريبشن هتدخل تضغط هنا أنشئ حسابك الآن وهتكتب الإسم الأول الإسم الثاني الإسم الأخير يعني أنا مثلا هكتب أحمد محمد الجهري البريد الإلكتروني مثلا أحمد الجهري 7750 قد جيميل دوت كوم الجيميل بتاعك يعني أولياهو مش هلحد اللي لسه باستخدم ياهو ولا رقم موبايلك ويكون عليه تليجرام عشان نضيفك على جروب التليجرام اللي احنا بنستقبل على الأسئلة رقم وليه الأمر وبعد كده المحافظة بتاعتك منوفية غربية شرقية أيا كان وكلمة السر اللي انت بتكتبها وتعيد كلمة السر عشان تفضل حفظها وبعدين تضغط أنشئ حسابك بعد كده لما تجي تدخل هتدخل منين بقى بعد ما تسجل حسابك وبتبعت الفلوس على فوتافون كاش على الرقم اللي انا هقولولك دوت زيرو عشرة تسعة تلاتة أربعة ستة سبعة أربعة اثنين ستة بتحول الفلوس عليه وتكلمه وتساب تقول له أنا فلان فلاني ودوت الوصل اللي انا بعت من خلال الفلوس فممكن تفعل حسابي هيفعلك حسابك فتدخل هنا تعمل تسجيل دخول تكتب رقم الهاتف بتاعك وكلمة السلة اللي انت كتبتها وبعد كده تدخل على الحساب بتاعك هتلاقي فيه ايكونة ظهرت هنا كده تضغط عليها هتلاقي فيه كلمة تصفح دروسك هتدخل هتلاقي الكورسات اللي انت اشتركت فيها وزي ما قلنا احنا دلوقت شغالين في التكاثر وقلت لك التكاثر كاملا بمئة وخمسين جنيه حشو أبدأ عرض يعني مغري جدا والله وكنز لو عايز تشترك في الدعامة والحركة والهرمونات برضو دوت كله متاح والأسعار بتاعتهم تقدر تستفسر عليها من نفس الرقم على الواتساب بس السلام عليكم صبري يا نفسي صبري يا نفسي معنى الله مشوار الطب مشوار الطب بدأنا خطاه شكرا مشوار الطب 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 مشوار الطب